تعد فرنسا لزيارة الرئيس إمانويل مكرون إلى لبنان أواخر شهر الحالي لكن وزير الخارجية الفرنسي استبقى الزيارة بتصريح لصحيفة لوفيجارو تهم فيه السياسيين اللبنانيين بإنكار أزمتهم وشبه لبنان بسفينة تايتانيك تغرق من دون وجود أوركسترا تعزف لتخفيف ألم الركاب وأضاف لودريان أن الحل الوحيد لفهم رسالة فرنسا في لبنان هو التحدث بقوة وصرامة العلاقة بين فرنسا ولبنان قوية جدا تاريخيا حتى أن رئيس شراك كان صديقا مقربا لعائلة الحريدي واليوم أعتقد أن الفرنسيين يتوقعون من السياسيين اللبنانيين أن يتخذوا قرارات على قدر المسؤولية زيارة ماكرون ستكون ثالثة له منذ انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي حينها طرحت باريس مبادرة تتضمن تشكيل حكومة إنقاذ خلال 15 يوما وتنفيذ إصلاحات خلال ثلاثة أشهر وهذا ما لم يحصل فتخلت فرنسا عن مهلها لكنها أكدت أنها لن تتخلى عن دعم لبنان في هذا التحذير الجديد لليدريون دلالة على طبيعة المهمة الجديدة القديمة للرئيس ماكرون في لبنان بالنسبة إلى فرنسا تخلي فرنسا عن لبنان في هذا التخلي فيما لو حصل إفساح للمجال أمام القرار الإيراني أو السوري أو التركي في لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت نظمت باريس مؤتمرين دوليين لتقديم مساعدات إنسانية إلى المنظمات الأهلية دون المرور عبر القنوات الحكومية إضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم وتواصل فرنسا التشاور مع حلفائها بشأن لبنان وتشدد على شروط المجتمع الدولي الذي يربط مساعدة لبنان بالقيام بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة قبل أشهر حذر لودريان من زوال لبنان كدولة إن لم تقم طبقته السياسية بإصلاحات واليوم يتهم لودريان سياسي هذا البلد بالانفصال عن الواقع ويطالبهم بإصلاحات سريعا فيما يستعد الرئيس الفرنسي لزيارة لبنان خلال أيام عز غريب اسكينيوز عربية باريس